اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلن جيش الاسلام موافقته على حل نفسه والاندماج في جيش سوري وطني موحد بناء على مبادرة المجلس العسكري بدمشق وريفها والتي تنص على حل التشكيلات العسكرية في الغوطة وتشكيل نواتل لجيش سوريا وطني موحد اضافة الى حل كافة المؤسسات المدنية والخدمية واعادة هيكلتها في جسم واحد كما تنص المبادرة على مغالجة كل فكر دخيل يعارض مبادئ الثورة السورية في العراق قتل ستة افراد من تنظيم داعش اثناء مهاجمتهم قوة امنية على اطراف قرية الامام شمال غربي مدينة الشرقات وفق ما اعلن مصدر امني في محافظة صلاح الدين واوضح المصدر ان المهاجمين استخدموا اسلحة متوسطة في محاولة لفك الحصار الذي تضربه القوات الامنية العراقية على القرية نفى المدير العام للاستخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية العراقية ابو علي البصري نفى الانباء التي تتحدث عن قتل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي مشيرا الى ان البغدادي لا يزال مختبئا في سوريا وخارج مدينة الرقة واوضح البصريا الاستخبارات العراقية معنية اكثر من غيرها بملاحقة جميع تحركات البغدادي واتباعه اعلن الجيش المصري عن احباط عملية اختراق لحدود بلاده الغربية مع ليبيا عبر قصف جوي اسفر عن تدمير 15 سيارة او 15 سيارة محملة باسلحة وذخائر وهذه هي المرة الثانية خلال نحو ثلاثة اسابيع التي يعلن فيها الجيش المصري توجيه ضربات جوية تجاه اهداف معادية على حدود بلاده مع ليبيا على حد قوله يشن الجيش الباكستاني حملة عسكرية ضخمة في المناطق القبلية لمنع تنظيم داعش من التقدم في المناطق المجاورة لافغرستان وفق ما ذكر المتحدث باسم الجيش الجنرال اسف غفور واوضح الجنرال ان الحملة التي اطلق عليها اسم خيبر اربعة ستشارك فيها القوات الجوية الباكستانية وستراكز على المناطق الحدودية داخل منطقة خيبر القبلية رفعت الحكومة الالمانية حجم المساعدات الانسانية الى اليمن بحوالي اربعة اضعاف من اثنين وثلاثين مليون يورو العام الماضي الى بئة وخمسة وعشرين مليون يورو خلال العام الحالي واضحت الحكومة ان الوضع في اليمن يزداد سوءا حيث المهانات من الفقر وتبعات النزوح وقلة الموارد المائية توج اللعب السويسري روجر فيدرر المصنف الثالث بلقب فردي رجال في منافسات بطولة ويمبلدون للتينس وتمكن من تحقيق لقب البطولة للمرة الثامنة في تاريخه بعدما تغلب على منافسه الكرواتي مارين سيليتش بواقع هذه ثلاث مجموعات من دون مقابل الى اللقاء اشتركوا في القناة